أنا جاي أسمع لأنه موضوع مهم جداً فرق السن لما يكون كبير قوي كده يعمل مشاكل؟ يعني يعمل مشاكل طبعاً بس في القصة دي مش فرق السن هو الأساس خالص لا بس تعلم التكلم على فرق السن في العموم مفروض يبقى فرق أقد إيه؟ يعني الفرق المفروض مفيهوش مفروض يعني مع موكن يبقى أكبر منها بعشرين سنة بس هي ما تحسش أنه أكبر منها بجأس؟ موكن يبقى أكبر منها بسنتين وتحس أنه رجل عجوز بس دايماً يقول لك خدها بس الفرق خمس سنين إنه الست بتعجز بسرعة؟ لأ ما هو برضو ده كلام مش مستهبت بس ده كلام يعني ستي وستك وكلهم قالوا جميع أيها بس ده غلط لأنه ممكن الست تكون أكبر منه وتكون أحسن بكتير من الست اللي أصغر منه بخمس سنين أو سنتين أو ثلاثة وتعرف تحتويه الموضوع مالوش علاقة بفرق السن أد إيه؟ الموضوع لي علاقة بالنطج بتاع الشخصية الماتيوريتي بتاعت البرسنالتي والنطج العقلي كلما شخصيته تبقى نطجة كلما هيقدر يحتوي أي حد ونعرف منين بقى هو نطج ولا لا هو المفروض بيعملوا خطوبة عشان كده عشان يشوف إذا كان الشخص نطج ولا لا وكلما هي شخصيتها تبقى نطجة كلما تعرف تتجوز واحد حتى لو جميعها بخمسين سنة سؤال صعباني جداً صعباني جداً هل الخطوبة فعلاً انت عملت عشان لما يتقفل عليهم باب هيبقى نفس الطباعة؟ هي هي ومش نكتشف حاجة دي؟ لا طبعاً لا طبعاً بس هي لو زكية لو هي لو زكية هتعرف تكتشف ده لا والله لو مين؟ اسمعيني بس ما هو الفكرة الخطوبة سطحية ولا الخطوبة فيها عشرة للأسف الخطوبات بتبقى أغلبها سطحية يعني ايه؟ احنا تخطبنا بنتقبل مرة في الأسبوع هنعرف حاجة في مرة في الأسبوع؟ لا بنتقبل مرتين في الأسبوع نازلين نشتري العفش هنعرف فيه وإحنا نازلين نشتري العفش بنتعزم عندهم بس أكيد مش هشوفه ولسه صحي من النوم بالضبط كده اما هو مهما عملت برضو وهي مش سطحية الاحتكاك المباشر وفطوات طويلة هو ده اللي هيخلي نعرف الشخص اللي قدامنا عامل ازاي؟ هيصحى يلاقيني قاعدة بشرب القهوة مع مامته فيه مش فكرة صحي من النوم فكرة باقيتي يوم عامل ازاي؟ فكرة الاحتكاك المباشر في الموقف المختلفة فكرة لما اقوله لأ هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ فكرة لما اطلب حاجة معينة وهو مش عايزها هيتصرف ازاي وهتقبلني ازاي؟ فكرة لما اغلط هيحتويني ولا هيزعقلي ويدربني ولا هيعمل ايه؟ اللي هيطلع في الخطوبة هيطلع بعد الخطوبة هو هو ومش هيعرف يمثل لو احنا كنا بنحتك بشكل مباشر فكرة العشرة عشرة فلان تعرفوا؟ عرفان في المثل ده؟ لا فيه مثل احلم منه بعد الوقت اتعارضت مصلحتك معاه مش مهم عشرته حتى لو عشرته مصلحتك اتعارضت معاه؟ لا، يبقوا ما تعرفوش؟ لا 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 حتى لو عشرته، معرفته، بجد؟ العشرة بتخليك تعرف الناس لما تعشر الناس بس تعشرهم صح؟ تمام؟ ويبقى في احتكاك مباشر هل تتعرف الناس؟ هل تتعرف المصلحة دائماً؟ دائماً فيه مصلحة ما انا بتتجاوزك عشان اكيد فيه مصلحة انا لا تتجاوزك يعني هوانا بتقدملك عشان في الاخر ما فيش مصلحة ما هو فيه مصلحة؟ هنا كان فيه مصلحة في الجواز. الاتنين القصة بقى دي فيها كلام كتير قوي أول حاجة هي بتدور على حد أوروبي زي ما انتي قلت كده عشان ما يبقاش زي المصريين يعني احنا ليه بنوسم نفسنا بوصمة عار وزي المصريين هو المصريين مميزين عن باية الناس لا ده راجل وده راجل على فكرة يعني يعني هما المصريين بس عمرو ما يقول لا أصدر في جملة ما لاش لازمة كده وما لاش معنا الراجل راجل والست ست وفعلا الراجل والست ست ما ده حقيقة طب بس خليك معايا بقى ليه احنا شايفين ان المصريين اسوأ رجالة في الدنيا هو مش كده الحقيقة لا مين اللي قال كده اكيد فيه اسوأ منه الراجل المصري زي ايه راجل وزي ايه راجل وزي ايه ست الفكرة في الجنس نفسه فهي دلوقتي راح تتجوزت واحد أوروبي على اساس انه ما يطلعش زي المصريين طلعانيال من المصريين على خصتها انه الأوروبي ده اوحش طبعا من اليومار اوحش من المصريين اهو هي هنا فيه تعميم هو كل المصريين وحشين لا طبعا طب هو كل الأوروبيين حلوين لا طبعا التعميم غلط تعرف فكرة في مين؟ التعميم غلط وافضل اقولها الاخر يوم في عمري وافضل انا يعني مشكلة ان ده يبقى عدوي الاول والاخير فكرة في الله ربا ايا كان بقى هو مين الله ربا برضو برضو مش بس الله ربا الفكرة في التعميم ما ينفعش نقول ان كل المصريين وحشين أو كل الأوروبيين حلوين ونبقى دي قاعدة مسلم بيها وإن إحنا بنوصم الجنس كله بوصمة زي كده غلط هي كان هدفاً هتتجاوز واحد أوروبي وهي لبسط في الحيطة بس هدفاً هي تتجاوز واحد غني؟ ممكن طبعاً يكون جاب إلا ثلاث دوار في جنوب سينة وروحنا أوروبا في شهر العسل آه كان هدفاً هتتجاوز واحد غني ممكن جداً محسيتش في حاجة أنا حسيت حاجة تانية بقى خالص هتخدك إيه بقى؟ إن هي عندها مشكلة ليه؟ هي شخصية تهضية يعني هي بطول الوقت عندها إحساس بالإضطهاد والمؤامرات وفيه كلام بس صاحبته كانت عايزة تعزمها على الفطار عشان تخليها تطلع برا الشقة وياخدوه شفتي بقى شفتي بقى عم تبجيء أما بعرف إن دكتور حامول اللي معاي في الحلقة والله العظيم بقعو دقرق قصة عشان عايزة شوف مداخل ومخارج أجيبها بقى ده فعلاً؟ يعني كلام ده ما حصلش؟ كانوا عادين تحت الشجر تحت الشجر إيه بس يقعدوا تحت شجر عمله إيه يعني؟ وبعدين الراجل بتاع أوروبا ده إيه لي خليه يجي تجوز في مصر وتقول لك كل واحدة لا ما تجوزش هو كان بيصاحب ويجيبها مصر إليه ما يصاحب ويقعد في أوروبا ليه صاحب ويقعد في أوروبا؟ ماين هو كان عادة شقيته فين قبل ما نعيش في جنوب سينيا؟ وبعدين ليه راح يشترك فيلا في جنوب سينيا طالما هو راجل بتاع لعبه وحاجات ليه يشتري شقة أصلا؟ مايقول لها هنتجوز في إيجارة أو هنعيش في أوروبا يعني ما إحنا عادي؟ هي اشترتت نعيش في مصر ما نأجر شقة في مصر يعني؟ نأجر في جنوب سينيا بس هما الاثنين عندهم جوانب نفسية مرعبة؟ خد يبالك هو اتهمها بأنها مريدة نفسيا وأنا أشك أنها فعلا تكون مريدة نفسية والله؟ يعني موقف فعلا تكون هل أنا من حقيق أعمل عملية وما أقولش للقدامي أن أنا ما بخلفش؟ دي قصة تانية قصة العملية لا 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 دي دي هي القصة دي قصة تانية دي دي هي القصة اللي أنا فيها دلوقتي هو في وجهة نظره أنه يخلف أو ما يخلفش جسمي أنا حار فيه؟ لا أنه يخلف أو ما يخلفش ده اختياره وهي برضو هي كنت عايزة تأجل فهو لما يقول لها أنا عملت عملية بس لما أجلت قالت له أنا روحت للدكتورة عشان نأجل على أساس عشان نشوف هنأجل إزاي؟ على أساس أنه هما كانوا هيكملوا ما هو لو راجل ابن لزينة وهو مقرر من الأول أنه مش هيكمل في الجوازة دي طب ما هو مش هيخلف أصلا فهي فرقت بقى أنه عمل عملية بس أنا لما أجي أمنع الخلفة يعني ينفع أنا نروح لدكتور وقولها ديني مثلا حبوب منع الحملة أو أي أن كان وأنا متجوزة لما ده حرق ليه يعني ده ده وحش للطرف تاني إحنا تكلمنا عن الخلفة قبل الجواز ولا إحنا كنتم فكر بس أنه إحنا نتجوز وووو وده راجل عنده خمسة وخمسين سنة يعني هيفكر يخلف وهو عنده خمسة وخمسين سنة طب مسنا أكيب بنتجوز حتى نختلف يا دكتور وهو عنده خمسة وخمسين سنة بيتجوز عشان يخلف أوه لا طب نسبة خلفة عندها سبعين سنة لا هو مين قال هي تكلمت معاخ خلفة هي بدأت تتكلم معاخ الخلفة بعد الجواز وأنا ما فوقت هنا في الخطوبة أتكلم في الخلفة ده بينقوا أسماء العيال وهم مخطوبين معقولة؟ اه طبعاً مش اللي هو فوجئة بعد الجواز انه هو عامل عملية طب ما انتي باسألتيش ليه من الاول وبعدين اللي جاية تقرري بعد الجواز ان انا بفكر اجل خلفة هو حد قالك انه اصلا عايز يخلف انت في نجازه واحد عنده خمسة قمسين سنة انا واوروبي فمين قالك انه عايز يخلف غالباً الاوروبيين ما بيبقواش عايزين يخلفه بس دي مش هو كده ما خدعهاش مش خداعه غالباً الاوروبيين اصلاً بيبقواش عايزين يخلفه ليه؟ هو كده هو الفكر هناك كده عكس الامريكان على فكر الامريكان بيبقوا عايزين يخلفه وكل عسرة امريكية فيها 3 و 4 عيال لكن في اوروبا لا عشان كده كبار السن في اوروبا هم اللي واخدين اكتر عدد تعداد مش الشباب كبار السن لانه ما بيخلفوش فهي قررت انها تتجاوز واحد من ثقافة مختلفة اما فعلاً